نروح بقى النادي الأهلي نادينا العظيم اللي الحقيقة كان فيه أجازة اليومين اللي فاتوا مارسل كولر بيواصل النهاردة التدريبات في استعدادا طبعا لمباراة الهامة جدا أمام ميدياما الغاني يوم الجمعة ان شاء الله اللي جاي في الجولة قبل الأخيرة من مباراة دور المجموعات في دوري أبطال أفروك. النهاردة الفريق استقن في التدريبات النهاردة الصبح على ملعب التيتش بالجزيرة طبعا دعد الراحة قلت حضراتكم 48 ساعة كانوا اللاعبين واغدين نراحة كولر عمل محاضرة بالفيديو لللاعبين قبل انطلاق المران الحقيقة تحدث عن المران الأخيرة أمام شباب بولزداد في إدار طبعا التحضرات للمواجهة فريق ميدياما الغاني ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاي الفريق اتمرن التدريبات كانت تدريبات بدنية متنوعة كالعادة تحت إشراف أندريس أندويا داتا مخطط الأحمال بعد كده دخل التدريبات الفنية المتنوعة سواء بالكورة كان فيه طبعا رباية حراسة المرمى مصطفى شبير وحمز علاء ومحمود الزنفولي ومصطفى مخلوف كان فيه تدريبات مع طبعا ينكن المدير أو مدرب حراس المرمى وفي آخر طبعا التدريب يمكن كان فيه تأسيمة كالعادة تأسيمة قوية في شكل مباراة صغيرة كده ما بين ثلاث فرق وكان حرس أو كان متابع بشكل طبعا كبير جدا جازي الفني على تنفيذ بعض التعليمات الفنية بعض الجمل التكتيكية للفريق إن شاء الله بإذن الله يكون موفق بإذن الله يوم الجمعة أمام ميديامة الغاني محمد الشناوي حرسنا بينفذ برنامجه التأهيلي والعلاجي في الجيم بعد طبعا الجراحة اللي أجراها في الكتفي خلال الفترة اللي فاتت حضراتكم عارفين أن في المجموعات النادي الأهلي بيحتل المركز الأول برصيد ست نقاط من أربع مباريات يلي فريق شباب بولزداد وينج أفريقان كل منهم بخمس نقاط ثم في المرتبة الأخيرة ميديامة الغاني بأربع نقاط يعني ما زالت المجموعة يعني متشابكة شوية لكن إن شاء الله فوز بإذن الله إن شاء الله فوز النادي الأهلي يوم الجمعة يعني هنحسم الأمور تماما مباراة مش سهلة مباراة صعبة أجواء مختلفة تماما سواء على مستوى الأجواء الجو نفسه هيختلف تماما عن مباراة شباب بولزداد بتلعب في غانا أجواء مختلفة ممكن تكون الرطوبة عالية شوية فريق ميديامة بيلعب أكبر فريق في أفريقيا وبالتالي هيكون عنده موتيفاشن وعنده حماس أكبر بالنسبة له مباراة حياة أو موت ولكن كمان النادي الأهلي الحياة إن شاء الله بيستعد بشكل جيد وبإذن الله بإذن الله الفوز بهذه المباراة بيأهلنا يعني إن شاء الله بشكل كبير جدا جدا لدور القادم من البطولة المفضلة للنادي الأهلي البطولة الأفريقية اشتركوا في القناة